موسيقى 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 مرحبا بكم الجمال راقدة شميشة طالعة لبيار واكحة سعيدة تغني انسى تحني عيطاني نمي هاي الطفلة خاصيصة والله هاي الطفلة خاصيصة مرحبتي بكم في برنامج فطور مع مشهور وضيفتنا هاد الليلة الفنانة الصحراوية الجميلة المتقلقة دائما القلب الطيب للا سعيدة شرف مشكورة ماريا وشكرا شوف تيفي شكرا طبعة الحال لمغاربة جميعا نقول لكم رمضان كريم بالصحة والخير اللي مغالينا فرق سيامي قدامكم معاكم يا رب ان شاء الله يتقبل الجميع يجعل ان شاء الله شهر غفران وشهر كريم على الجميع يا رب ان شاء الله يا ربي مرحبا بنا عندك سعيدة مرحبا بنا سمحي لنا عدبناك واللي يخصي عرف الجمهور ان سعيدة فنانة هي اللي كتوجد الماكلة دياله بيد دياله وعنده واحد الحريرة خطيرة الى الجانب سعيدة معنا الغزالة صفية الحراشي احسن مصممة ازياء اللي كتطلب فينا بطبعتي اخلي كليلي مريا ونهار الحمدلله نهار كبير هذا اللي شفناك اليوم عند سعيدة ولي ضيفتنا سعيدة باش فرقوا السيامنا عندها متفضله اكثر انكم اليوم مكلشي لابست زي صحراوي يعني كان غيكور روعة وانو حضرنا اطباق صحراوية يعني كيف كنت مثلا راسمه في عقلي ولكن دائما مريا كتغفلني كتجحتك مثل القدر يعني انا مكتابك انا ذو مكتوب يا مكتاب الله يحفظكم وقيدا ما يقبلوا علينا هالشي اللي قدينا نوجده ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي الخير يا صاحبتي وراء الدن فرقوا صيامنا ونكملوا حتيتنا نبذاوب الحوتة حالة فم بعد اشتركوا في القناة 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 اشتركوا ايو اشتركوا في القناة اشتركوا اشتركوا في القناة كيف اشتركوا في القناة اشتركوا ها لا hola سيد اقتربنا من اجواء رمضان كيف تدز عندك خصوصا مع الوليدات دي عليك والله انا بعد النهار ما كيقدنيش يعني معروف علي رمضان هو اللي كان نرتاح فيه كان نكون بيتوتي اكتار مع اطفالي في حياتي الخاصة شوية يعني العمل يمكن كان نخدمه لكن عن بعد يعني ما لاستن بعيد عليها يعني شوية كان يعني كان نكون كيف قلت لك بيتوتي اكتار امور العائلية والعام كامل ديال الدنيا فشهر واحد لله سبحانه وتعالى علاش الله يعني فيها فيه بزاف ديال الحوائج منها حتى احيان رحيم سلط الرحيم الاصديقاء كيف كتشوفي ذاك النار كنا عنده فيها الحريشي اليوم هنا كان نجمع بكم انا يعني اصلا يمكن لان ابعاد علي اهلي وكيف كعرف الجميع يعني يعني عائلتي في العيون وهذا وولدي الله ارحمه في هذا النهار ولكن بحالة قلتي حبابي يدرتم من جنابي يعني لما اصدقائي فكان نفرح معهم بالاضافة طبعة الحال الاطفالي صوفيا وادم كان يعيش معهم النهار بواحد يعني بحالة قلتي كان قرب منهم اكثر لانو شوية العمل كيشدني في في الصيف وفي الايام الاخرى فانتمنى يا ربي انني منكلش قسرت حق حد وعطيت حق حد على حد ف tws ki th trabalho كان يبغيت نكون معاها في رمضان كيف شافوني طلت عليهم ربما في وصفات مجموعة لأشاو 싸يشوفوني مفاجأات قريبا يعني وخاصة المرأة المغربية كان يبغي نقرب منها اكثر لانو كان فانه المجود اللي كتدير في رمضان فالكل كي يجي غير كي يقعدوا كل شي موجود بش كي يأكلوا فالله يعطيهم العوين ويعطيهم الصحة كاملة سعيدة واحد سؤال خاص شوية تمنيتي لو كانت موزة رحية ومعاك ومولداتك في رمضان طبيعة الحال يعني أمنيتي كانت دائما كبلا ما تبكوا لي ما غا نبكي أنا مصرة حرام عليكم يعني أمايا لو كانت معايا يعني ممكنت كانت تنتبه أطفالي أكثر نكون مؤمن عليهم أكثر نكون يعني حتى إيدها هي في الطبخة منها تعلمت يعني فكتكون أم بحلقتي لك الكرسي اللي كانت تسند عليه لما يمكنش بلاستو يعمرها أي إنسان في العالم يعني الله يخليلي صوفيا وإدم ولكن بلاست الزهرة ما كتعمر نقول لها الله يرحمك الله يتغمدك برحمته يوسع عليك دقات القبور ويرحم المسلمين جميعا ووالدي حتى هو الله يرحمه في هذا النهار ويرحم الأموات جميعا أت شاء الله نقدر نقول رحمهم يا ربي وحفظ لك وليداتك إن شاء الله صوفيا الزهرة وآدم الحسن اختيتي الأسماء ديالهم مع الأسماء ديالوالدين ديالك طبيعة الحال أدم الحسن اسم مركب كيف كتعرفه هو هو صوفيا الزهرة الزهرة اسم ممويا الله يرحمها إن شاء الله في هذا النهار لا لا أنا ما عادش نبكيك ولكن درري ما فكرك في الموية ما الحبيب الله يرحمه يعني اللي عنده والديه وعنده والدته أقسم بالله أنا كنقول لكم يعني الآن لو يدولي اللي درت في حياتي كاملة مقابل نظرة من أمي يعني ما تجمعها ما تقابلهاش فاللي عندهم موية هالله فيها ويفرح بيها بالقليل أو بالكتير يفرحها واللي مات الله يرحمه ويوسع لي إن شاء الله يا ربي إن شاء الله تشوفيها في الجنة ويارا تشوف كداب إن شاء الله دائما فرحانا مع ولداتك طبعا أكيد ومقصوب لأمات وعندي أماما يزهر أخرى عندي أماما يزهر أخرى لي أماما فؤاد شكرا فؤاد عندنا شوفي أنت مجرمة شوفي مجرمة نسميت فؤاد خصنا عمش كفو يا أخويا فؤاد غادي تزوج إن شاء الله غانا فرحوا به في لودزويت أكتوبغ إن شاء الله ونشوفوا أولاده حتى هو إن شاء الله وعندي نساء فعلا قراب مني بحل بحل أمي وعندنا أماما ياميلو داحتها يكن حيّة طبيعة الحالة يخليها لك يا رب أمينا حبيبا ديالي سعيدة واحد الخابر غتصحي لنا كيت دا ولاد الأيام على إنك قريبة تزوجي تخليد قفص ذهبي شوفي واجهة الإجراء كل إن شتي والعش شابي غتعطوني اتساح والله حرام عليكم الصحفي مسكين إنسان طيب كيضحك قالوا مغين تزوج سعيدة شعر بكيضحك وهم شدوها وداروا بيها الرجلين واليدين فالله يغفر لكم دائما من غير الصحفي اسمعنا بالصحركة قدي تزوجي والله العظيم وقسم بالله العين العظيم عندي حتشي مشروع زواج فراسي مشروع زواجي يمكن حيت شافوني في العمارية داروا لتكريم في البازار يمكن شافوني في العمارية جمهوري فرحان بي وفرحوا بي المهم أنا ركبت في العمارية مش شغل يكون عريس أو ما يكون شارس المهم فرحت معجو مهوري حاجة أخرى حتى بغيت نشكرهم يعني نشكر هدى العالميون نشكر مجموعة من الناس اللي فعلا نكرموني وأكثرهم كذلك صديقتي صفية الحريشي اللي دائما كتصهر على يعني طلالتي في رمضان كيف شفته سليمة مناني كذلك ما نبغيش يعني كان نبغي أي إنسان أزدالي ولو قليل ولكن غير الفرق هو أنه صفية كانت تجمعني بها واحد صداقة كبيرة بغض النظر وأخوة بغض النظر على أي مينة نبغي نشكر كذلك الناس اللي جابوا لي هدايا فعلا كثيرة كثيرة يعني فاشتكرمت خجلوني بسخاءهم وبكرامهم وأي حاجة كان بارتاجيها مع جمهوري يعني بش كان نبغي كان نبغي نبغي SAT gender وهذا فقط لأنا مفرحان وأي حاجة كان نبغي 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 معكم أنا مش كان نبغي 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 نتكبر وoksنا كاملين ولها تسعود وأصلا أنا كبرت في جو شعبي وكبرت في حاجة شعبية والقلسة اللي كان نفرح فيها كان نرتاح فيها هي هذه اللي كتشوفه يعني يعني يمكنني نقلس في صالون آخر وانقعد في القلسة أخرى ولكن ولكن يعني نزيد اكثر من ذاك الشي اللي انا كن ارتاح في فا يعني سمحولي لك شافوا مني اي تصرف او اي حاجة ممكن انا يكونوا اكدين انه غير مقصودة ابدا كان بغير اضحك حتى لو شافوا بعض اجاباتي مثلا بالنسبة لهم مشي في مكانها مقسم بالله يعني فقط بعض المرات لخلق الطرفة وانتي بنفسك تقولي لي انا كنضحكك الناس ما كيعرفوش هذا الجو دي ما عارفنش رأى كوميديا خطايرة خلستك تعوديني منوكات وتعوديني بالخبير لكات كوميديا كي عجبني القلاد كي عجبني ندير الكوميديا لا نخصك تمتلي لعم الجي خصك نتي تكوني في رمضانيا لا لا بغيتي يقولولي بحال هادو كيقولك هذ المخلوق كتدير كل شي بقعد وعودتاني علي حتى ليشدوا فيه كي جاتك بعدها لا ديكرة اننا نج بدنا الاعمال رمضانية كي جوك الاعمال رمضانية اللي عم كتفرجي ولا ولا كينيشي حواج زواني وكين الحموضة مثلا فجتك الحموضة لا الحموضة ما نقوله عاش وزويني ولا ما تكت نقوله فيك انا ما حمضة لا اعمال رمضانية كني ما عيش بكش انا كنعرفك صاريحة سعيدة عند كنيش كيني البرامي شوفي انا يمكن اول رمضان ما كنقلش على التلفزيون والله انا رمضان كتشدني التلفزيون اول رمضان في حياتي ما كنقعدش على التلفزيون اقسم بالله ما كنتفرج نهائيا في التلفزيون في التلفزيون بالليل كنتفرج بسوحليفة بعض المرات كيف قلت لهم لانه كتفكرني في ذلك الشيطان ديالي فاش كنت صغيرة وعندك اولاد علي ودداس كيعجبني كاريزما وش خطير يعني الدداس لا يناقش لا يناقش بالنسبة لي وكينين بعض الناس اللي كان نوه بالتعب ديالهم بغض النظر يعجبو الناس ما يعجبوش الناس فقط على يعني المجهود اللي دارو بحال راشيتو بحال بتيسام تيسكات بحال مثلا كان نوهانو انسان يعني كيف مكان الحال دارو احد اللي فوق وخاصة انو كتبت لشخصيات وهذا فمش سهلة كان هذا رأيك في الاعمال الرمضانية نشوف اليوم رأي صوفيا الحريشي اللي هي صديقة ديالك بمثبت اختك تقول لها كلمة في حق سعيدة شرف شوفي سعيدة شرف انا عطاني سعيدة شرف سعيدة شرف سعيدة شرف الانسانة مشي سعيدة شرف هي الصراحة سعيدة شرف هي اطيب انسانة يعني القلب الكبير والقلب الطيب وممتون هي طفلة عزيز عليه هذاك الشي ديال الطفولة ووووو انسانة اللي هي كتتتموت على الجوه العائلي في المكان وقدير من الاصدقاء ديالها من الناس ديالها ليالله تعرفت عليهم ولو غيب النهار مجرد انه يكون بتأسملها من اهله وحبابه وديالها ولو ويخرج له العيب من بعد منهم مهم هي بالنسبة لك تعيشدك الجود العائلة ديال هاك وعزيز عليها ديما الضر عمراء وديما بابا محلو لف الجميع يا طفلة من الحجم الكابير لا لا غازفت كرون بيبي طفلة من الحجم الكابير سيدة قربنا من مو كبير الشيوات اللي كتقوم بها سعيدة شارف نموت على الطبخ خاصة لالحوت نطيب الحوت شوفي واحد شارمولة بعد غصتينجول العيالات خاصة ميبقى يدروها والله دياري خاصة سيدة بدقتي قلت بحل البايلة يا رطي بفران وبحل البايلة لابنين الله يعطي سحاجة ما محسبش لي حادقة حيث انا لقد الحال ساعة اليوم جيت سيدت قدامك حيش امتي صعبي سألو الحمالية سألو لي هذو كل يغولو دي السردين شفتيهم هذور السردين عاري انه واحدة صوفيا شتي السردين مشار مال مقلي وعد شتي حتى كيدور بحالك وعد كي لا تكس حالي انا مدايغ المزعم والمسمن كيدا لا الملاوي خاصة ما سحبكش حادة هكي يا صوفي قفضة عندي خاصتك خاصنا الورقة مفشفش هايوة مصخوطة هذي سعيدة نسمع منك شي حاجة لما شو غريش الجمهور غايتخلق اول مرة كي نقولو ما وضاي لما باحباح صوتو اسمعت ايه والله عندما موال زوين قلنا تخطي نديرو شي حاجة وحنا نعاونوك انا و انا و صوفيا القران ايه موال بغيت موال سحراوي سعيد وحنا في شعب نحنا القلسة صحراوي نوم الموال هاينا مقتع من جانرامضان لهم ايجاد والجرح ن unaware يا ربي بك الرضا يا ربي بك الرضا يا ربي بك ريضا وبك حسن القضا اغفر ذنوب ما مغى ذا الجوذ والكرم يا ربي بك الرضا وبك حسن القضا اغفر ذنوب ما مغى ذا الجوذ والكرم يا ربي بك الرضا يا ربي بك رضا يا ربي بك رضا سعيدة لا تفكر اتزال لا نقول شي اتزال نقول ابتعادي يعني الحمد يعني بقي عندي طاقة لنعطي الجمهوري بما انه الفن عنده رسالة يعني مديور فقط لهدف معين فا ما غاديش نقول لك الله ما عنديش هات الفكرة يعني الله يعطينا القناعة في قلبنا وان شاء الله يا ربي كنتمنى الله سبحانه وتعالى اللي بغاية يدعمر لي الدينه وراد علينا هذا وليطلبهم الله سعيدة مؤخرا شاركت في الملحمة دي الفنان سعيد ناصري كذلك السعيدة اللي قام بكتابة والتلحين ديالها ولكن الملحمة ملقات واحد انتقاد كبير عند الجمهور المغربي خاصة في اللي غزو السوسيو كل شي كي عير كل شي كي انتاقد انا بغيت الواقعيين اول شي هاد الناس فاشتصلوا بنا اللي هو ما اصدقائنا وكل شي يعني وماش نكون واقعيين انا اللي وصني واللي انا عارفها خاصة نكون نتكلم بصدق انه الظروف اللي تسجلت فيها اول شي ما كي لا دعم لو قالوا يعني هذك السيد كان كي يجب من جيبه وكي يسجل هذي اول حاجة ثاني حاجة يعني انتوما مثلا احنا كمتفرجين مثلا احنا كنتاقدوا الحموضة او اي حاجة في المكان انتياك ولكن يكفي مثلا التنويه انهم اللي شي خرجوا شي حاجة على الاقل المهم هو الهدف يعني شنو دعم انا ما غاديش نقولك انها ملحة مرائعة وغادي نبدأ نبجل وندافع على شي لا يوجد وغادي نقولك مثلا اللارة الكلمات مثلا كده والتوزيع كده واللحن كده وهادي كده ما غادي نجي من جيه تحتش انسانا غا نجي محايدة وغادي نقول كلمة حق وهو انه تنويه بالمجهودات ديال هذي الناس كيف ما كانوا اخدوه من وقتهم من راحتهم من وقتهم الخاصة معطوه لولادهم وهذا فقط باش يديروا واحد العمل المشترك في يكفي انهم جمعوا بعد ذلك الناس هاو كل الناس اصلا ما كيتجمعوش ارا باش تجمع اعلاميين على رياضي القدام فين عمري انا شفتش رياضي قدام احنا مجرد ما كنتنتهي صلاحية الفنان او الرياضي او الاعلامي على الرف ما كيبقاش عقله عليه فيكفي غير ذلك المجمع سواء الوخن تقضوه باستهزاء مثلا وهذي وذيك الكورفات ديال كذا وهذي ديال كذا لانه الظروف لا تسمح من المفروض انه جيهة معينة سواء الجامعة او شخص او اي واحد كان يتكفل بهذا الشي وغذيكون لك شيء اكثر من رائع فهو ما بذاك الموجود سيدك شيء اللي قدروا الله دارو ديال اللحن وديال التوزيع وجمع هذوك الناس انا يكفيني شرف ان انا غنيت وتجاوبت كيف ما كان الحال قدام واحد الناس اللي انا كنت كنشوفهم وانا صغيرة وقدام فنانين كبار وقدام رياضيين كبار وقدام اعلاميين كبار فهذا هو الهدف المهم الناس يتخذوا بالنية ديالهم شنو فيها ثم في نظاركم الناس ستعطاهم هذو كامل القرائم كيقولك اللي رادارو هاتشي بغل قريمات ولا بغرة مية ديال الناس فبعدوا الناس هذو الافكار يعني انسان اما يعاون واما يسكت ولا دير حسل منه باش نعارفك نعارفك يعني قاد وحار دير حاجة حسل من هذاك الانسان اما غنبقون انتاقدوا وحنا مديرين اصلا والو قاعدين شادين تليفون فحضروا كلهم قاعدون نلعبوا فيه بحالك وغادين بدون انتاقدوا لا انا ما كنقولش لك لهذا ما الحمارة الاخراج ديالها والتوزيع ديالها والموسيقى ديالها عالمية ولا انا كنقولك حسب الامكانيات هذو الناس دارو مجهود ساعد الناصري يكفي انه اطرح مجهوده على حسب اللي عنده اطرح مجهوده اطرح مجهوده اطرح مجهوده عفوا كراه نمتلوف هذو كل لوكونيت ويجو هذو كل عبانيت مثلا ويجو مثلا العبديالدابة لكينين مثلا احتهم يشاركوا وش نكرهن بانه اه نصوروا في كل مدينة ونصوروا في كل بلاصة ويكون التصوير خيالي وما كرهناش انا المهم عندي التاصلوبية لبيت النداء اي حاجة وطنية كاللبي النداء ما بغينا لا ريال لا جوج حتى لكي يقولوا بغى تجي شي حاجة انا ما بغيت والو انا فقط بغيت اه شاركت مع ذوك الناس او 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 كيف قلت لكم خدوهم بالنية ديالهم انك فرحانة والذي يريد انتقاده ولي بغينا انتقاده كلا دعا او هذا فا يدير حسل منهم فقط يدير حسل منهم وانحنا موجودين وبالنسبة حتى الاخت يعني ليلى الحدي ويعجبني ردها مع ممو انا بقيت كان اضحك لانه قالت لك لا هذه تجربة ما بقش نعاود بالعكس تفرحتي ودرتي وخما ما كتغنيش وخما كتغنيش المهم من تيا الناس يأخذك بالنية ديالك أنك فرحانة واش أنت ما كتغنيش يا ماريا وشام ما كيغنيش وهي ما كتغنيش كل إنسان منك يبغي فرحك عبر على الفرحة دياله بالغناء فنأخذه بهذا المعنى ما نأخذوش بأنه هيرا يعني ويدنيوستون نحن عارفنا أنه ما كتغنيش فوالله يسامح الجميع انتظرت الله عليك فعرفنا أن سعيدك توجدي شيء أغنية على المنتخب المغربي المنتخب بيني وبينك أنا بحلة داخلة يعني قلتو في دقيقة 90 لأنه شفت بزاف تبارك الله كل شيء غنى المنتخب أنا جاتني فكرة من عند طبيب طبيب في بروكسل اختارني كصوت أنني أنا نغني أغنية المنتخب فأول حاجة كان نحييه لأنه هو طبيب وفنان في نفس الوقت ساعد بنطيقة هو اللي وزع الأغنية وغادي تشوفوا التصور دينا إن شاء الله يوم 3 والأربعة غادي نصور نهار 3 إن شاء الله غادي نصور مرحبا بكم إن شاء الله شكرا شكرا لك سعيدة مبغاناش نطول عليك باش نكمل الفطور ونشربوا كويس ديالتي يا سحراوي نعقل علي نعقل علي شكرا على هذا الفطور رائع شكرا لعدبناك معنا اليوم مرحبا بكم في أي وقت ومرة أخرى كنقول الجمهور الكريم يعني أي تصرف وأي رد فعل وأي حاجة من عند سعيدة شرف أنا بنتكم كان أبقى منكم وإليكم فيعذروني ويسأمحوني لأنه شهر غفران هذا أي إنسان غلط في حقه كنتكلم على الناس فعلا لأنه نكون غلط في حقهم يعني مثلا أنا كنتكلم على الجمهور يعني حتى لو بكلمة أو تصرف وهذا لأنه في الأول والأخر رح ما عايشين معنا وحنا عايشين معهم كثير من كلمة نشوفه دار ف الله يديم عليكم الأفراح وإن شاء الله يا ربي يفرحكم دايما رمضان كريم مرة أخرى بالصحة والخير وينعايد عليكم دايما كيف كنتمنا وعلى المغرب كامل ويحفظكم كاملين بصغيركم وكبيركم وسعيدة شعرف دايما كتموت عليكم تباكت عليك شكرا صوفيا أنك احترات الله يبرك فيك ورمضان كريم لجميع وللكوم وشكرا لسعيدة على هاد العرضة هادي الزو تباكت عليكم ما سخيتش بكم مشاهدينا كيرام تلعيني انتهت حلقتنا ببرنامجكم رمضاني فطور مع مشهور غالي نودعكم حتى نتلقى إن شاء الله في حلقة مقبلة مع ضيف آخر فطور جديد في برنامجكم فطور مع مشهور تبقى على خير ديال سعيدة اشتركوا في القناة